على هيئة استنكار وإدانة سريعا جاء الرد من رابطة أمهات المختطفين وهذه المرة ليس بشأن الإخفاء أو التعذيب الذي يتعرض له المخفيون قسرا ولكن بحادثة تتعلق بوالد أحد المخفيين قسريا في معتقلة جماعة الحوثي وصالح السرية الحاج علي السودي والد المختفي محمد علي السودي استشهد أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء على يد عناصر مسلحة من تحالف الإنقلاب أمام مقر جهاز المخابرات توقفت حياة الحاج علي السودي تروي تفاصيل الحادثة أن السودي البالغ من العمر 60 سنة كان يطمح للقاء ولده المعتقل في سجن المخابرات بعد أن قطع مئات الكيلومترات بين محافظة حج وصنعاء حيا لكنه سيعود إليها جثة هامدة ست ساعات قضى ها الرجل يتودد لحراس المعتقل لاستماح له بزيارة ولده توسل إليهم بكى بحرقة إلا أن كل محاولاته قوبلت بالرفض والسخرية وعندما طلب منه مغادرة المكان رفض فاعتدوا عليه بالضرب والصحل حتى الموت وتلك مشيئة القدر فليفعل ما يشاء برجل أعزل فمثل الآلاف ممن قتلتهم وما تزال جماعة الحوثي تمارس بحقهم القتل والإخفاء القسري وجد السود الموت حقيقة لا يمكن الهرب منها ليضاف كرقم آخر إلى قائمة الضحايا في ملف الجماعة الإنقلابية المتخمة بالجريمة ترجمة نانسي قنقر